تحديات على طريق السلام في اليمن رغم مرور تسع سنوات من المساعي الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي قال إن التحدي يتمثل في كيفية تلاقي الأطراف اليمنية على قواسم مشتركة لرسم خارطة الطريق البوسعيدي أوضح في مقابلة تلفزيونية أن بلاده التي تقود وساطة بين السعودية والحوثيين لمست جدية من جميع الأطراف وتواصل جهودها مع الأشقاء المعنيين لتحقيق السلام الشامل في اليمن أكثر من عشر زيارات للوفد العماني لصنعاء أثمرت باقتياد وفد سعودي بقيادة السفير آل جابر إلى صنعاء ووفد الحوثيين إلى الرياض لعقد لقاءات مباشرة مع السعوديين إلا أن نتائجها متعثرة حتى الآن بفعل هجمات مليشيا الحوثي على قوات بحرينية مرابطة في الحد الجنوبي للسعودية أرضية السلام التي يبحث عنها الوسيط العماني وتكون محطة قارب الجميع هي ذاتها ما تبحث عنه الولايات المتحدة إذ أكدت على أهمية وحدة مجلس القيادة الرئاسي الذي يعاني من خلافات بين أعضائه سواء من خلال السيطرة على الأرض أو محددات بناء السلام في وقت يرفض بعض أعضائه المرجعيات الأساسية للحل ويلتقي بذلك مع مليشيا الحوثي التصدع داخل بيت الشرعية تحاول أميركا رأبة إذ عقد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن لقاءات منفصلة مع عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وعضو المجلس الرئاسي طارق صالح وقيادات في حزب الإصلاح مما يدلل على أن الخلافة داخل هذا الكيان من أبرز تحديات بناء السلام وسط كل ذلك يبقى السؤال حاضرا عن شكل السلام الذي يسعى المجتمع الدولي للتحضير له في ظل التغاضي عن بقاء التشكيلات المسلحة خارج سيطرة الحكومة وامتلاك مليشيا الحوثي للسلاح والتصعيد المتكرر أمام أي دعوات للسلام